السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي هذه الحلقة قريبا حلقة اليوم والتحديد صريعي resistive ودخلص مهم جديد والتحديد صريعي للمشتركين معك في اللوتر ويقام بمشتركين في الشبكه سوف تحدد طريقة جهاز من كم جيجا لكم جيجا او يدخل من 2 جيجا إلى 4 جيجا او ميجا تحدد لو يدخل من كم من سرعة اللوتر الآن سوف نشرح على الموبايل سوف ندخل سرعة اللوتر اللوتر يجب علينا الكام طبعا اللوتر يديك ثلاثين ميجا على حسب الشراب فننجيزه ونشوف طبعا شوهيونا ده ادناني 18 ميجا لا هنجيز تانيش هنتأكد هنشوفش عم بقى كده هنقدر نتحكم في السرعة وهنجيز تانيش هنشوف الخيار اللي احنا في عيونات ده صحي ولا لا هنا جاتلي 25 ميجا سرعة اللوتر الحالي اللي انا مستدامة طبعا شوهيوهب هنخش على اللوتر عدية اللوتر اللي هو نكتب ليبي ده 190.168.1.1 طبعا شوهب هذا ايب الافتراضي لي اي اللوتر عشان Nobody would ever ever reach هنال�이احه عد單 طبعا شباب نزح نوعها اذا كنت carried out بتطلب منا يوزرنام و كمت سر يوزرلم باسورد يعني اسم اسم كمت سر في اسم السلاحهنتى بنكتب admin و ب acaba نكتب اللي هو في ظاهر اللوتر اما في اللوتر حديث انا لنتجيها تحت اللوتر Luke действام Autumn كمت باشد طبعا اللي هو فيه كلام بواس حروفة small لو لم يفتحت معك بيتحويل الكلام اللي هو بالسمول لكابتن لان معذر مشتاكل اللي هو مش جده يخش على اللوطة يعني بيلاجه الحروف بالسمول وعلى اللوطة فبكتبه عشان ما يخش فانت لو لجيتها كده مشتها تخش حويلها لكابتن حروف بالسمول طبعش بقى بدفتح واجه زي كده طبعش بقى بروح ندوس على كلمة system information ندوس على الخيار ده system information اكاد اظن واجه زي كده بندوس على كلمة dsl طبعش بقى بدزان واجه زي كده بنروح لكلمة standard ودي مسؤولة عن تحديد السرعة هنختار يعني اوه من ندوس عليها الخيارات ده بندوس عليها نختار اللي جهة اللي هي ads وندوس على كلمة submit فهتلاقي لمبة dsl فصلت معاك فانعمل refresh لقى الصفحة هنروح على dsl ثاني هتلاقي جمعة البيعينات تاني هنروح عن جهس السرعة ونشوف هل السرعة جاءت فعلا ولا لا هنروح على موقع اي موقع بيجيس السرعة او اي application بيجيس السرعة ونشوف السرعة طبعش باب اول ما نفتح ال application او اي موقع ولكم ننجس السرعة تاني طبعش باب اي وقت بيجيس السرعة والفكه يا شباب ان اي باقة الوقت في اي اللوتر سواء في الفودافون او اورنج او اتصالات فتلاقي الباقة وبتخلص في نص اشهاء وده راجع اللي حقا واحدة شباب اللي هو يبقى سرعة اللوتر عالية فتبقى سرعة التحمئي بتاع الابلود والدولود عالية فبتسحب من المجهات اكتر فبيخلص الباقة قبل المعاد فكويس هي لما اجللنا السرعة ميداني 15 ميجا بادة 25 ميجا يعني نقصت 10 ميجا وطبعا كل ما تنقص يكون افضل بحيث انت الباقة تستحمل معي باقي الشهر فانت لو عايز تنقص ثاني بتروح على الخيارات اللي هي فوق يعني اترجع الخيار اللي احنا كنا عليه لو استندينت هنطلع فوق ونجرب ولو انت بيعايز ترجع من الكلام ده كله هندوسها الاخر واحدة اللي هي اي 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 احنا كلمة سابنت لو انت مش عايز تجلل السرعة طب شباب نيجع لتحديد سرعة للمتصلين معاك في الشبكة بحيث انت عايز تدد لكل واحد سرعة معاينة ويشان ما يخلص الباقة حالي سهل بسطة شباب نروح على طب شباب بقى مفهدنا مجهزة كده ندوح على كلمة ادفانس اللي هي اخر واحدة ادفانس ندوح عليها طب شباب ندوح على كلمة سكورتي ندوح علي كلمة ابليكيشن بقى شباب نروح علي كلمة كيو او اس طب شباب ازغلنا واجهة دي طب نعند الخيار اللي هو اللي فوق طب شباب طب شباب ازغلتلي بالواجهة دي اول خانة معاينة اللي هي مسؤولة عن تحديد السرعات يعني انت ممكن تعمل جد 15 خانة او خانتين بس بتحدد السرعة مثلا من اثنين جيجا لاربع جيجا اخر السرعة دي وتحط الاجهزة اللي انت عايز تديها السرعة دي هتفى مكتر لما نعمل القصة دي قدامك طب شباب هندوس على كلمة ناو ومن كلمة ناو شباب هندوس هنا عاه انت عايز تديله من كامل كامل انت عايز تديله مثلا واحد جيجا لحد اربع جيجا فبتكتل رقم واحد في الخانة الاولى وليكن انا مثلا عايز تديله اثنين جيجا وطبع الخانة اللي تحتيها او اللي بعديها بتحدد هو الاخر والحد جيجا مثلا نديله خمسة جيجا طب شباب ندوسها على كلمة انابل نحفظ العداد ممكن تضيف كامل خانة بحيث مثلا نضيف خانة تاني ممكن تديله من نص جيجا ليه اخر واثنين جيجا بحيث يبب انا محدد له لو خلصهم يعني خلصهم ما يقدرش اياه اخب من الجيجا بتاعت اللوتر طب شباب زي كأنه معي اللوتر هوائي طب شباب حددت خانتين ممكن تتحدد كامل خانة عدم في شيء مشاكل طب شباب نندل تحت نروح على خيار كلمة ناو الخانة التانية ندوس على كلمة ناو وفتح لي بالواجهة دي هنا على شباب اول خيار معانا اللي هو تحديد اللي هو اللان فاحنا ما نخليه لان واحد لان واي فواي معموله على لان واحد طب شباب بعد كده نروح على الاجهزة بختار اي جهاز وليكن سنحدد عليك هواوي مثلا نختار هواوي سيكس في الخانة اللي بعدية بختار نفس الجهاز اللي اخترته في الخانة الاولى هواوي سيكس طب شباب والخانة اللي بعدية بختار نفس الجهاز اللي حددته والخانة الاخيرة بختار نفس الجهاز طب شباب نندل تحت طب شباب طب شباب طب شباب نندل اختار تحت اللي هو تمام او من الدل تحت نختار السرعة دي هنديها لرقم واحد ولا رقم اثنين وليكن احنا عايزين على رقم واحد اللي هي السرعة اللي هو بختار نفوه خالص هلجأ سرعة من اثنين لخمسة جيجا مع المواحد وعكا شباب ندوس على كمه تحفظ طب شباب تسجد معي اللوطر اللي هو الموبايل ده ياخد سرعة واحد اللي هي سرعة واحد من اثنين جيجا لي خمسة جيجا اخره وكده جدير تتحدد سرعة عليها حد ممكن تعمل كذا يعني تحديد سرعة وتختار كذا جهاز عادة مفيش اي مشاكل طبعا انت كل ما تعمل كذا خانة في بتاع تحديد سرعة بيبا معلم لك واحد او اثنين يعني انت نفس تطبق نفس الطريقة ويقع على كذا جهاز وتختار اللي هي السرعة بتبقى جبه الرقم ولما توزي تلغي الخاصات دي بنت منعلم على لان واحد وبعد كنت ندسها كمي الدليل كده انا لغيت له السرعة خليته يعني استخدم السرعة عادة كلها طبعا شباب وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص ومنساش لعلي الفيديو اعمال لايك وسبسكب للقناة